طيب خلينا دي علامة كويسة فاخر 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 طيب دلوقتي فيه تعليقات ببتدت تظهر وتغريدات وتويتس على موضوع النيابة العامة احنا عندنا صورة لعضاء النيابة العامة لما كانوا بيفكروا في الاعتصام وقبل ان يصلهم انه النائب العام بيقول انه قرار استقالته يعني في حكم المقدمة وانما يعني ارجعها ليوم الحد هنلاقي دكتور محمد البرادعي عامل تغريدة بتقول كل التقدير والعرفان لاعضاء النيابة العامة في موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء ويظل الحق فوق القوة واقل عباس بيعلق بيقول هل صحيح ان استقالة النائب العام اوانطة لانها مشروطة بوضع الدستورة وموافقة مرسي اوانطة فعلا جميل اسماعيل بتقول جيل من القضاء والنيابة يتمسك بحماية مهنته وشرفها تحية لرجال وشباب نيابة مصر وتحية للمستشار طلعت الذي ادرك مبكرا ان الطباط لن يفيد واستقال علاء عبدالفتاح بيقول النائب العام استقال ياريد بقى المجلس الاعلى للقضاء يلاقي له اختيار كويس بجد حمدي انديل بيقول استقال النائب العام لكن يبدو ان مجلس القضاء سيؤجل بحث الاستقالة حتى يقر الدستور الذي يبطل اجراءات تعيينه المقصود هنا هو حفظ ماء وجه الرئيس لك انتعليق استاذ حمدي انديل